هذا الرجال طلع من الحفر رايح إلى رفحة معزوم عندي واحد أضمنه يقال له أبارك 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 الفلان يوم مسك الخط وأنا المحطة الأولى وقف عندها ولها زحمة مليانة ناس قالوا يوصلني لمحطة ثانية خذ المحطة أروح للمحطة الثانية يوم راح للمحطة الثانية ووصل المحطة الثانية وشاف جيب جيب في حوض شاف في القمارة الرجال وحربتين وملعين المكيف الحار أيها برد موت برد وملعين المكيف الحار وصرقين في الزازة ولا في الحوض خمسة الثان ولا هم ابتنفلفين بالكنابل شاف هالمظر هذا مسكين خير وطيب وحبيب شاف المظر قال ليه ما أكلم هالريال أشوف وين يروح إن كان يروح الرفحة مثلي فأنا أخذهم وأعطيه إياه في رفحة نزل الزاز السلام عليكم وين يا لجيب ودي قال والله الرفحة قال طيب ما تعطيني الأطفال هذولا تعطيني أشينهم معي لو وصلتها رفحة أعطي كمية أعطيك إياهم صاحب الجيب شاف سمته وأدبه وإخلاقه وكذا وافق يعطيه الأطفال حولوا معه واركبوا معها الأطفال يوم ركبوا معه حول يشيرينهم حاجات وقلبهم منوصع سنورهم وهم ماشيين قال واحد منهم شاف لها ناقة قال يزينها ناقة الله لو واحد عنده ناقة قال أبوك ما عنده ناقة رعي جيب قال رعي جيب به بابوي قال منهم قال هذا خالق هذا خالق ثاني ممكن طلب ممكن تذبت جسمك لما تروح تجيزي تذبت ونظر وكاميرا كان تصالف علينا وعلى المجمور قال هذا خالق قال أبوك وينه يوم قاعد يبكي وبدوا يبكون الأطفال مثله قالوا في شيطان قالوا وي مسجون مسجون مبطي ومسجون وشو عليه قالوا على فلوس من اللي ساجنها قال فلان ابن فلان وهو الفلان ابن فلان اللي ابعزهم عندها رجع بالمناسبة سبحان الله وراح هو إياهم ورفع السماعة على فلان قالوا السلام عليهم كانت تساجن فلان ابن فلان قال لا والله ما سجنت اللي السنة ولدي يمي منهم فلوس السنة كلم ولدها ببارك كله والشام كله هلا ببارك كانت تساجن فلان قال يوم الله عليها فلوس واني اسجنتها قال الجوك اطلعها الحين وفلوسك عندي شوف أجل خير فلوسك عندي كلها ويكلمه واحد يعرف عنده واحد ضابط في الدارة ويكلمه قال خلي يكلمني صاحب الدين وكلمه قال تنازلنا عنه طلعه ويطلعه ويسلمه العيالة وتجتمعه الأسرة بعد الفراك فكان هنا الإنسان خير وإنسان طيب وإنسان كيف جمع أسره لا إله إلا الله خير والسلام ما يخلي طبعه ما يخلي طبعه يخطبها بالقصة هو ترى جمال القصة ما هو بعد هنا جمال القصة في أن الله عز وجل يجمعهم في محطه في محطه سبحان الله ثم يجعل هذا الرجل ينظر للموقف ثم يعينه على أنه يتكلم معهم ثم يسوف هالترتيب الإلهي لا إله كثير من الأمور صحيح تترتب ما تدري أنت الله يمترتب غصب يعني ماشي ما أتملكه صحيح يعني أحيانا تنطلق لمكان مثل ما قال ذاك اليوم أبريان عادل حصير يقول أمشي أظن في طريق الرين وقالها هنا بعد يقول سبحان الله مسكت معي أبا زيل لي شاهد كذا جاءت مسكت ماشي الله يقول قلت يا والد خل بقى أدخل يمين يقول وادخل يوم تعمقت شوي يعني أبعدت عن الشارع الرسمي أنا أظر من ذاك المغرز وله رجل كبير في السن ومعه عجوزه الظاهر شابة كبيرة وبنيتة اه هو ارتاعي مش هاللي جاءيني ناصيني كذا فجاء قارب شوين واين أدخل قاعد الله قرست قال مش جايب في هذا فيلوم كاملا يقول سائقني الله له لا يله سبحان الله سبحان الله عبدالوعاب البرغش قصته أيضا في الرجل اللي كان يحب حليب لبل أي قصة عجيبة أيضا لعب صحيح لذلك اسألوا الله عز وجل ما تريدون وسيسخر الله عز وجل الأسباب ما تدري سبحان الله يعني ما بين قمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال لذلك لا تيأسون مع الله عز وجل اسألوه كثروا ثم كثروا ثم عقبها كثروا ثم لا توقفون كثروا ليس؟ الله يغلب انتركنا السؤال نعم